أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا عفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا وساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل قذبوا بالساعة واعتدنا لمن قذب بالساعة سعيرا إذا أردتهم من مكان بعيد سمعوا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل لذلك خير أم جنة الخلد التي يعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك سبحانك ما كان بغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقوا عذابا كبيرا وما رسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة لتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتووا توا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلنا وباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلنا وباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا ويوم يعد الظالم على يديه ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذا جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لغ لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردت النار ترتيلا ولا يأتونك ببثل إلا جناك جناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وعضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا الذابا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل وغلقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحام الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كي يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون وسوف يعلمون وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سميلا أرأيت من اتخذ إله أو هوا أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى أربك كيف مد الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضنا إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بادة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا أكثر أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا ولو شئنا نباثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا أعذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل وجعل بينهما برسخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ضيرا وما رسلناك إلا ببشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسل به خميرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسل به خميرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تعمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنار خلفة لمن أراد لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قانوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها الآخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى سما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمل وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد قذبتم قذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ونده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا عفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا وساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل قذبوا بالساعة واعتدنا لمن قذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل لذلك خير أم جنة الخلد التي يعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السميل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقوا عذابا كبيرا وما رسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة لتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوتوا عن كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلنا وباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلنا وباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما وكان يوما على الكافرين عصيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذا جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لغ لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاذك وردت النار ترتيلا ولا يأتونك ببثل إلا جئناك جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وأخاه هارون وزيرا فقلنا الذباء إلى القوم الذين قذبوا بآياتنا الذين قذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما قذبوا الرسلا غلقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحام الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كي يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سميلا أرأيت من اتخذ إلهه هوا أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا ألم تر إلى أربك كيف مد الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضنا إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بادة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فابا أكثر أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا ولو شئنا لباثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا أعذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برسخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما رسلناك إلا ببشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أَنَسْجُدُ لِمَا تَعْمُرُنَا وَسَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَاجْعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبْيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها الآخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى سما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمل وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبع بكم ربي لولا دعاءكم فقد قذبتم قذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ونده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا عفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا وساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سميلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل قذبوا بالساعة واعتدنا لمن قذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل لذلك خير أم جنة الخلد التي يعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقوا عذابا كبيرا وما رسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة لتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوتوا عن كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلنا وباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلنا وباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما وكان يوما على الكافرين عصيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذا جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لغ لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردت النار ترطيلا ولا يأتونك بمثل إلا جناك جناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وعضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وأخاه هارون وزيرا فقلنا الذباء إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما قذموا الرسلا غرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحام الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كي يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون وسوف يعلمون وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سميلا أرأيت من اتخذ إله أو هوا أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضنا إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بعبادة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فابا أكثر أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا ولو شئنا لباثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا أعزب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برسخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ضيرا وما رسلناك إلا ببشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادي خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تعمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنار خلفة لمن أراد لمن أراد أن يذكر أم أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قانوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها الآخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمل وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد قذبتم قذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ وندا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا عفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا وساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا فضلوا فلا يستطيعون سميلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل قذبوا بالساعة واعتدنا لمن قذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين يدعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل لذلك خير أم جنة الخلد التي يعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقوا عذابا كبيرا وما رسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق واجعلنا بعضكم لبعض فتنة لتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا لولا أنزل علينا الملائكة أو نروا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأعتوتوا عن كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلنا وباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلنا وباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا البلك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذا جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لغ لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردت النار ترقيلا ولا يأتونك بمثل إلا جناك جناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وأخاه هارون وزيرا فقلنا الذباء إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل غرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كي يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سميلا أرأيت من اتخذ إله أو هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شان جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بادة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا أكثر أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا نباثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا أعذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برسخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ضيرا وما رسلناك إلا ببشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خميرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تعمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنار خلفة لمن أراد لمن أراد أن يذكر أم أراد شكورا أهو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها الآخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى سما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمل وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم كذبتم فسوف يكون لزاما